بعد فوز النجم العالمي جوني ديب في دعوة تشهير التي رفعها ضد سوجته السابقة أمبرهيرد وبعد تداعية الحكم واستعنافه أعلنت الممثلة إفلاسها رسميا وذلك بسبب الرسوم القانونية الباهظة التي تكلفتها وتقدمت الممثلة الأمريكية بطلب تعلم فيه الإفلاس وهذلك قبل 21 جويلية 2022 كما استعنفت أمام المحكمة بشأن حالة مواردها المالية وتراجعت عن مدفوعات التسوية بسبب افتقارها إلى الأموال الكافية وفقا لما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية حيث أكدت أمبرهيرد صاحبة 36 عاما أنها لا تستطيع دفع أكثر من 8 مليون دولار تدين بها لزوجها السابق بعد صدور حكم القضاء وما طلع الشهر الماضي المحى محام النجم جوني ديب إلى أن الأخير قد لا يحصل على تعويضات قدرها 10.35 مليون دولار من زوجته السابقة أمبرهيرد مؤكدين أنه راضي عن فوزه بالقضية الذي أبرأ اسمه أخيرا يشار إلى أن أمبر كانت قد قدمت استعنافا في وقت سابق بحجة وجود احتيال من قبل المحلفين وتم رفض الطلب بأمر مكتوب حيث اعتبرت القضية عدم وجود دليل على احتيال أو المخالفة من قبل المحلف وأن الحكم يجب أن يبقى ساريا ترجمة نانسي قنقر